أستاذة مساحلي كلتوم رئيسة مصلحة الطب الشرعي في المؤسسة الاستشفائية الجامعية بالبوليدا راح نتكلم اليوم على العنف العنف بين الزوج والزوجة بين الرجل والمرأة يعني هي ظاهرة اجتماعية موجودة هي حقيقة نشاهد بالأغلبية النساء معنفات لكن كائن في بعض الأحيال كذلك رجال معنفين يتعرضوا للعنف يعني الفرق بين هذه الظاهيرات هذوما هو انه سيفغيكو في المصلحة الطب الشرعي نشوفه أكثر أغلبية النساء هما اللي جايوا يتقدموا المصالح تعنا باش يطلبوا يعني بالحقوق ديالهم باش يروحوا قدام سلطات القضائية يقدروا يقدموا الشكوات تحهم لازم لهم شهادة طبية تعطبيب الشرعي اللي رايح تحدد المدة العجز على العمل لكيباستي تطال دوت خفاي يعني التساؤل هذا هو يقولك علاش كاينا نشوفه غير النساء ليرحوا لاميتسي الليقال هي موش يعني باللي أغلبية هما النساء ولأغلبية هما الرجال يعني يا انشيف خنواخ كيما نقولوا احنا يا كاينا رقم أسود رقم أسود هذا يا هو ان الرجال ما عندهم مش هذيك الفاصيلتي وديك سهولة باش يسارحوا بليهم مارهم وعنفين النساء عندهم يسان بلس دفاصيلتي donc ان يمكن ايضا شفر ايروني صدير دير كيلياتون دوم فيكتيم والرجال ضحاياها والرقم التحوم والنساء يان بخوبلام يعني دوشيف خنواخ كي نيبا غيفيلي من ناحية كيما قال في الميدان تعطب الشرعي كيس كس كنفوكم كا أبيتوالما يعني الحالات اللي ران نشاهدوا فيها هي حالات تعضرب الجرح خدوش كادامات روضود هدو في الحالات يعني اللي بلو فريكونت اللي ران نشوفو فيها بس صح في بعض الاحيان ما لغوز ما كاين صادمات ثانية تقدر تكون خاطرة تقدر ت الضحية هذيك تقدر تواجه يعني ظروف صحبة جدا حتى تلحق حتى المصالح حتى الانعاش وفي بعض الاحيان حتى الوفاة وران نشوفو ما لغوز ما يعني ران نشوفو متأسفو لها بعد الضحية يوصلوا حتى القاعة التشريح وله واشنه هما الاسباب الاسباب اللي نشوفوها يعني في قاعة التشريح في هذي الحالات هما في أغلب بالاحيان صادمات الذماغية والنزيف الدموي صادمات الذماغية نزيف الدموي الكسور في الجمجومة ومن بعد يجيونا حالات الخنق الخنق بالأيدي ولا باليدين ولا الخنق بواسطة ريبات بغ اكزامل انفولا ولا انكورد ولا حاجة كما هكذا ولا حبل ولا حاجة اللي رايحة تتسبب في اختناق حد وهذا الاختناق حد راهو خاطير جدا علاش بس كما يقولو الظروف تعلوا فات راهي راح تتوقع في ظرف زماني قصير من ناحية تعل كما يقولو احنا يا ما ما هو الظور الطب الشرعي في الحالات تعل عنف الطبيب الشرعي يعني كما نعرفوه كامل سيفغي كين هذك الجانب الطبي الشرعي لازم نسلمو شهادات وثائق طبية باش نسمحو للضحية باش تقدر تقدم شكوة أمام السلطات القضائية ولكن الطبيب الشرعي عندو ظور واحد آخر عندو ظور وكما نقولو احنا يا تعل المتابعة راح يتابع الضحية هذك عندو دور من ناحية نفسية عندو دور من ناحية الإعلامية بس كون فاجوين غول دين فورماتور تاني وراح نعطيه للضحية على حساب طلبات تحا بس ككل ضحية وعندها طلبات كين نساء معنفات ما مش حابين يروحوا يقدمو شكوة نحن نحن نعطيه لمية التجربة كونتين تقدمو شركة لطبيب الشرعي هنا كم قال يطلب المعلومات للضحية كي يعرفوا راح ينص عليه القانون في هذه الحالة وكيف يغليهم الوسائل من ناحية الاجتماعية من ناحية الإدارية من الناحية القضائية لتقدر يعني هي اسمت ضحية سواء كانت امرأة كيف يقول ضحية امرأة او رجل هكذا باش يعرف هو ما هم الحلول بسكولابلي بارجوتون ضحايا ما يعرفوش الحلول واشنه هي يلي حقوا المصلحة تعطيب الشرعي ما يعرفوش حتى طبيب الشرعي واشنه هو الضور تاعه يقولولهم اه عندك ضرب هكذا هكذا روح لمصلحة حتى بالشرعي يجيوا عن طبيب الشرعي وما يعرفوش وش يقدر يجيب له ما هي طبيب الشرعي دوك هذي هي يعني البيت يعني تعل هذا المذاخلة باش نحضروا على هادلغول هادلغول هادلطبيب الشرعي من ناحية تعل الاهامية في متابعة والحقوق تعل ضحايا من هذا المنبر كاين نقطة مهمة يلزم نأكذو عليها شاهدة طبيب الشرعي شاهدة طبيب الشرعي رهي كما قال همزة وصل بين الطب الشرعي والقضاء بصفة مباشرة الشهادة الطبية تعتبيب شرعي من ناحية القانونية كما قال مايش صالحة كشهادة شهادة العطلة عند العاب على العمل ولا شهادة اللي تروح للمصالح تعالى كناص بغيك زنب سنغيين افوا دكوضك طبيب الشرعي يخدم ديركتما مباشرة مع السلطات القضائية دونك الشهادة الطبية اللي رح يديرها الوتيقة اللي رح يسلمها للضحية رح يتصلح لسلطات القضائية باش كيكون يعني في حالة ما يكون تكون شكوى باش سلطات القضائية يعرفوا كيفاش يكيفوا هاد الحادث هذا اللي صراها هاد الضرب والجرح هدي من جهة من ناحية الاقدامية شهادة طبية تعتبيب الشرعي ليس لها اقدامية النقطة المهمة اللي لازم لعرفوها هو ان الضحية ضحية تعتبيب الجرح لازم تقدم روحها للطبيب الشرعي في اقرب وقت قبل زوال الآطار تعالى الضربات هذوك اللي عندها الكذامات الجروح يتستغى علاش إلا راحوا هذوك ضربة هذوك ولو ما يبانوش إلا راح هذيك الكذامات ولي ما تبانوش طبيب الشرعي وش رايح يشوف بس كالطبيب الشرعي ملزم باش يعاين هذوك ضربات هذوك اللي كاين ويحدد عليهم مدة عجز كلي عن العمل لان كاباستيت توتال دوت خافاي وحنا نعرفوا بهذا المدة العجز الكلي عن العمل هي نقطة طبية طبيب الشرعي هو اللي يحددها ولكن مستعملة من طرف القضاء إذا القاضي يشوف بلي المدة الزمنية هذيك يتبع هذيك المدة هذيك تعل لان كاباستيت توتال دوت خافاي إلا كانت تحت 15 يوم راح يتصبح مخالفة إلا كانت فوق 15 يوم أباك تيغجو سيز يمجوغ من 16 يوم تولي جونحة دوكرا نشوف هنا الأهمية باش الضحايا تعدل يتعرضوا للضرب والجرح يروحوا مباشرة يروحوا المصلحة تالاستعجالة قبل طبيب تالاستعجالة يعطي لهم شهادة طبية وبهذه الجهادة نعطي لها شهادة طبية الأولية وبهذه شهادة طبية وصفية أولية يروح مباشرة لم يكن تتاح المصلحة الطب الشرعي مصلحة الطب الشرعي تخدم يوميا لأن من كان الأن لم يكن أحدث ح KIRوا غير يلحق المصلحة الطب الشرعي يجوز مباشرة ويجبا مباشرة تقوم عليه معاينة تعدل الجروح هذا ما منسلم مولون بالطبع لشهدات طبية